إلى أي بقى مدى كان في تعاون ما بين الجامعة الأمريكية ووزارة التعليم العالية دكتور لتنفيذ المبادرة لحضراتكم اتخذتموها بهدف الوقاية وإحنا عندنا منصب في الجامعة أنا شايفه ده منصب مهم جدا في الجامعة وهو مستشار الجامعة الدكتور أشرف حاتم هو مستشار الجامعة وزير الصحة الأسبق وهو على اتصال تقريبا يومي بوزارة التعليم العالي عشان نقدر أن احنا ننصك مع وزارة التعليم العالي احنا بنعمل ايه وبنعمل كمان ننقل بعض الخبرات لزماننا في الجامعات التانية طيب على ذكر الجامعات التانية بقى والإجراءات كمان الاحترازية الحقيقة المهمة جدا اللي اتخذتها وزارة التعليم العالي حضرتك شايفها ازاي فاندم وهل كانت يعني تنفع مع العملية التعليمية المصرية لأن فيه طبعا وضع يختلف ما بين الجامعة الأمريكية والجامعات الحكومية المصرية على سبيل المثال وأنا طبعا مش مواقف وزير التعليم العالي أنا بكرام حريك بعتورة خبرة في هذا المجال كبيرة طبعا يعني هو طبعا عنده مسؤوليات كبيرة جدا لأن الجامعات الحكومية دي مسؤولية كبيرة جدا يعني أنا بتملاله كل التوفيق أن هو يواجه المواقف دوت أنا شايفها في الجامعة بتاعتنا احنا بنتعامل معاها صحيح بالمرونة يعني لكن هي حاجة سهلة أنا عدينا 6500 طالب وعنده ملايين الطالبة وأنا بتملاله كل التوفيق لكن أهم حاجة احنا بنبص لها عموما هو صحة الطالب بتاعنا وصحة الناس الموجودين دي رقم واحد ده الهدف الأساسي وأنا متأكد أن وزارة التعليم العالي بيوصل الموضوع دوت بدليل أن هم لغوا الدراسة وتحولوا إلى التعليم برضو عن بعد في الجامعات الحكومية هل حدثتك بتعتقد أن عندنا الجامعات والمؤسسات التعليمية في شكل عام على فكرة سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى المدارس وإن كانت الوزارتين الحقيقة بيحاولوا من فترة أن هم يدخلوا التعليم الرقمي بأشكال مختلفة شايف أن ده كان مفروض يحصل بدلي شوية شايف أن ده ممكن يعمل بعض المشكلات إحنا مش متطورين شوية في مسألة استخدام التكنولوجيا هو كمان بيعتمد على البنية الأساسية بتاعت الدولة كمان يعني من ناحة الإنترنت بالذات هو ده التعليم الرقمي عبر الإنترنت بيعتمد على دية لكن لأنه شايف أن الدكتور طارق الشوية كمان في التعليم في مزارة التعليم ابتدى الحكاية دي من بدلي جدا عن طريق أنه وزع التابلت على الطالب وابتدى يواصل للولاد وابتدى على طريق برضه الـ Egyptian Knowledge Bank فهو دكتور طارق يعني كان عنده رؤية واضحة وبتعالي أن لولا الرؤية دي كان زمان في موقف وحشك جدا فدكتور طارق الشوية كان حقيقي عامل مجهود رأى في حتة التعليم عن بعد أو التعليم الرقمي عبر الإنترنت الحقيقة حدريك بتتكلم وقلت نقطة مهمة جدا وأنا متكتبعة لطول حياة الإنترنت العملية التعليمية دلوقتي كلها قائمة على الإنترنت والعالم كله ومصر كلنا بنواجه مشكلة في استخدام الإنترنت هل بدأتوا تواجهوا المشكلة دي في مسألة التعليم في بطء في الإنترنت رهيب ودي أعتقد مشكلة عالمية وحتى في التطبيقات المختلفة هل بتعتقدوا أن الموضوع ده ممكن يأثر بشكل كبير على محاولاتكم السيطرة على الموقف؟ وإحنا بنعمل أن هو ما يأثرش علينا بس طبعا إحنا عندنا تخاوف من الحكاية ديت لو إحنا بنعتمدين على الإنترنت بطريقة أساسية دلوقتي يبقى إحنا لازم نتأكد أن الطالب توصله الكورسات بتاعته عن تريد الإنترنت طبعا إحنا عندنا ألأ من الحكاية ديت ونتمنى أنه ما يحصلش فيها حاجة وحشة تضيئنا في الفتر اللي جاي يا رب إن شاء الله لنا كلنا هل متخذين أي خطط بديلة يا دكتور إيهاب؟ هو ما فيش خطط بديلة للإنترنت دلوقتي لأنه ما ينفاش رجع الطلبة تاني الجامعة حقيقي إحنا يعني زي ما قلت لحضراتك كمان الجامعة في منطقة حيوية جدا تعميم ده هيكون صعب يعني يعني وأحنا وأتأكد أنه إحنا عندنا إجراءات في الجامعة كمان لأنه إحنا نحافظ على صحة الطلبة لكن أهم حاجة إحنا عاملين إذا ما نتحضرك أنا وإنتي عاملين دلوقتي المسافة بيننا كبيرة جدا عشان يبقى المسافة دي موجودة اللي لازم يخلي الطلبة بعيدة عن الكامل دكتور إيهاب داخل بالاحتياطات بتاعته للستوديو دي حاجة نحترم طه جدا الحقيقة الاحتياطات دي أنا شايفة كلنا لازم ناخدها الدولة عاولة مجهود كبير جدا عشان تحافظ على صحة الناس الموجودين فيها لكن العبء الأساسي بيقع على الفرد بيقع على الفرد نفسه لو الفرد نفسه يخذ باله إنه هو لو أفكر في حاجة واحدة بس لو أنا حامل للعدوة دلوقتي إزاي أحمل الحوالي لازم أفكر بالطريقة دي أو لو الحوالي عندهم الفيروس دوت إزاي أحمي نفسي هل من الجايد دلوقتي يا دكتور ويريد تتفهم الجملة بالمفهوم الصح إن كلنا نتعامل مع بعض إنه ربما كلنا حاملين للفيروس ده أفضل حاجة دلوقتي بتهالي في وجهة نظر الشخصية أنا مش خبير في المجال الصحي خالص لكن بتهالي في وجهة نظر الشخصية إنه دوت أحسن فرد إنه أنا أفترضي إما الكل اللي حوالي مصابين عشان أحمي نفسي أو أنا مصاب وعايز أحمي كل اللي حوالي فدية تدخليني أخذ الإجراءات المناسبة علشان ما يحصلش عدوى بالتأكيد بالرجوع مرة أخرى للعملية التعليمية هل حضرتك بتعتقد ومن خبرتك في هذا المجال كان الأفضل إلغاء الدراسة تماما ولا كان هيكون صعب وربما يؤثر على السنوات القادمة للطلبات حقيقي بحي الحكومة إن هي ما إلغتش الدراسة إلغاء الدراسة دي هتبقى يعني التأثير بتاعها هيبقى على مدى سنوات كبيرة جدا وأنا أحيي الحكومة وأحيي دكتور خدر أبلغفار ودكتور طرق شوقي إن هم ما إلغتش الدراسة بالعكس تماما ده قرار سليم جدا إن إحنا نكمل العملية التعليمية على قدر الإمكان اللي إحنا نقدر نأمله ونكتهد إن إحنا نقدم خدمة تعليمية جيدة للطلبة بتاعنا الحياة حضرتكم